قفز حجم اقتراض الحكومة البريطانية إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي نتيجة الارتفاع مضطرد في فطورة فوائد الديون وأسعار الطاقة وتعاني بريطانيا أزمات اقتصادية عدة منها ارتفاع تكلفة خروجهم لاتحاد الأوروبي وتوسع حركة الاترابات فضلا عن أزمة الديون غارقت حكومة المملكة المتحدة بشكل أعمق في الديون خلال ديسمبر الماضي حيث أدى ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وتكلفة دعم المستهلكين والشركات إلى مواجهة صدمة أسعار الطاقة إلى إجهاد المالية العامة تؤكد الأرقام المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني حيث يكافح رئيس الوزراء ريشي سوناك لاحتواء التضخم بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة عقود ويضرب الخدمات العامة بالشلل من المتوقع أن يؤدي الركود المحتمل هذا العام إلى زيادة استنزاف الإيرادات الضريبية وتوسيع العجز وفقاً لبلومبرغ Capital Economics نبهت العملاء بأن العجز القياسي الذي كان أسوأ من المتوقع سيشجع وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت على إحكام القبضة على المالية العامة في الميزانية المقبلة المقرر تسليمها في الخامس عشر من ديسمبر ما يعني الانتظار حتى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة ربما في عام 2024 قبل إعلان أي تخفضات ضريبية كبيرة ويواجه كل من سوناك وهانت مهمة شاقة في أثناء محاولتهما إعادة الاستقرار إلى المالية العامة مع احتمال أن تكون المملكة المتحدة بالفعل في حالة ركود وارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في أربعين عاماً التكلفة الهائلة لمساعدة بريطانيا على تجاوز أزمة مستويات المعيشة حطمت الآمال في أن يسلك الاقتراض مساراً هابطاً قبل أقل من عام كان من المتوقع أن ينخفض الاقتراض إلى أقل من مئة مليار جنيه استرليني في 2022-2023 باتت الأوضاع أكثر تعقيداً أمام حكومة سوناك إذ إن تكلفة دعم الطاقة وأشكال الدعم الأخرى إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة تعني أن وزارة الخزانة ليس لديها سوى القليل للإنفاق على الخدمات العامة المتعثرة أو على إرضاء العمال الذين يضربون عن العمل لأن رواتبهم تقل عن معدلات التضخم العجز وصل في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 128 ملياراً ومئة مليون جنيه استرليني بزيادة خمسة مليارات جنيه استرليني عن العام السابق ويتوقع المسؤولون إضافة عشرات المليارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي الحالي ترجمة نانسي قنقر